مرحبا بكم في قناة تحفة يوغا اخبار اليوم الجزائر تنتقد بشدة وتفرد منطقها مجددا في مالي فماذا حدث بالتفصيل وعلاقة الروس والامريكان وهذا ما طلبه من جديد الاوروبيون منها لكن كيف كانت الردس الفعل بداية وبتزامن مع لجوء الاتحار الاوروبي للجزائر من اجل حل ازمتهم ومورطتهم في مالي خاصة مع انتفاضة الشعب المالي لطار الجيش الفرنسي من هناك وكل اطراف الاجنبية التي ستسيطروا على بلادهم خاصة اوروبية اما النفوذ الجزائر الكبير في مالي جاء نظر تقت سلطة والشعب المالي في الجزائر بتأييدهم اكتر للجزائر والروس حسو بتأييدهم اكتر للجزائر والروس حول بلادهم وبما ان الروس مشغلون بحق وبما ان الروس مشغلون بازمتهم الجارية الجزائر خلت ساحة امامها واوروبا تريد ان تنسحب في صم الجزائر خلت ساحة امامها واوروبا تريد ان تنسحب في صم لكن مع دمنات أن لا تخلفهم الروسيا هناك على الأقل أن تضع الجزائر نفسها في مالي لأنهم يتقون فيها كثيرا خاصة ما جاء على لسان متحدثتهم التي أعلنتها صراحة أن أوروبا لن تقبل أي توجد لروسيا في مالي وبدورهم الأوروبيون سينسحبون ومع خلو الساحل الجزائر في مالي وتأيدها من الجميع سواء الروس أو الأمريكان والأوروبيون وحتى الماليون أنفسهم بدورها الجزائر انتقلت بشدة الكيل بمكالين من طرف العديد من الدول على مالي حيث دافعت الجزائر بقوة على مالي وطلبت بإيقاف الظلم الذي تتعرض له مع وقف عزلتها والعبت بها حيث انتقل وزار الخارجية الجزائر رمطال عمامرة العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كونها تزيد من تأسيم الوضع في هذا البلد الجارية وكانت أيضا قالت المسؤولة الأوروبية تعليقا على الجزائر وموقفها والتي تحدثت أيضا عن المساعي التي قامت بها الجزائر على صعيد حد السلطات الحاكمة في مالي على تقصير مدد المرحلة الانتقالية وتفعيل أليس الانتخابات لأرسال المؤسسات الدستورية وهو الخيار الذي ينسجم مع التزام الجزائر باحترام المؤسسات الدستورية كما جاء على لسان رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع العلم أن العديد من الصحف العالمية صلطت الضوء على الجزائر بعد تأييد عالمي وإنساق وراءها والتفو حول موقفها ومعدرتها التي أردت الجامعة لحل الأزمة في مالي ويتم تعويل عليها حتى للعب دور وسطة لحل الأزمة الروسية هذا وبخصوص هذا الأمر خبار اليوم مفاجأة غير متوقعة من بوتين للجزائر تصنع الحدث وكيف غير من خطته وتفاصيل الجديدة تكشف مجددا فماذا سيحدث بتفصيل وردة فعل دول الغرب بداية وفي خرجة غير متوقعة يبدو أن الرئيس الروسي بوتين غير من خطته حسب ما أشارت له بعض الصحف الأجنبية وأخرى روسية الذين أكدوا أن بوتين وبعد أن وجه العديد من العوات الزيارة للرئيس بونك يطير إلى روسيا من أجل الاجتماع ببوتين وإمضاء اتفاقية تاريخية ولا يزال هذا منتظرا والجميع يترقب متى يطير تبون عند بوتين تم الكشف عن مفاجأة جديدة وغير متوقعة مفادها أن بوتين يتزم إجراء زيارة سريعة استباقية للجزار بالنظر لكونه هو الآخر عندما أرسل وزير خارجيته لفروف للجزار الرئيس تبون أيضا دعا بوتين لزيارة الجزار في حديثه مع لفروف وكالمكالمة الهاتفية التي جمعت تبون وبوتين مؤخرا أما الآن يبدو أنه سيقوم بهذه الخطوة الفريدة من نوعها خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس في ذل الأزمة الحاصلة إذ أن الآخر معاول على الجزائر كثيرا على أكثر من جبهة سواء من جهة الغاز أو الأزمة في مالي وليبيا وتقارب الأمريكي الأوروبية من الجزائر وتقوية علاقتهم معه لعلمهم بالأهمية التي يوليها بوتين للجزائر وأن جلبهم وتقاربهم من الجزائر يشدد الخينق على الروس رغم الحياة الذي لا تزال الجزائر عليه ومصد من رفيع محلل أشار إلى أن بوتين إن سبقت بون في الزيارة فلا يتوقع أن تكون هناك ارتداد ضد الجزائر من الغرب لأنها أصلا موزنة بين الجميع وتتعامل معهم بحياة بل وتبرموا اتفاقية ضخمة مع كل الأطراف المتخاسمة وأصلا معادتهم للجزائر في الوقت الحالي مستبعد ولا ينقدمهم بالنظر لحاجتهم بالمسأل الغاز الجزائري وتعاون معها في عدة جبهات أهمها مالي وليبيا فإذا لانشغال الروس وانسحاب الفرنسيين من هناك تدريجيا هذا هو ينتظر أن يلبي الرئيس بون هو الآخر دعوة الرئيس بوتين إذا تزال هناك اتفاقيات وتعاونات تاريخية تنتظر التوقيع عليها من الرئيسان وبعتها لأول مرة فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبار منفصل أخبار اليوم سراع قوي بين السفير الأمريكية وسفير روسي في الجزائر وهات هات 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 ما فعله التنائي ومن الفائز وموقف الجزائر والرد عليهم ومدى أرثل للجزائر مجددا بداية يحتدم السراع بين روسيا وأمريكا على الأراضي الجزائرية لمن يكسب الجزائر أكثر ويتبت جدارته الأنعين بين السفيرين وكل طرف يكتف من تحركاته مع وصول عدة وفود بانتظام من البلدين للجزائر إذ بات السفير روسي والسفير الأمريكية يتحركان ويقومان بخرجات يومية في الجزائر مع إعلان اتفاقيات وتعونات كل طرف يحاول منافس البلدان بهذا والتصعيد يزدل يوميا أولا مع آخر خرج من السفير الأمريكية التي غازلت الجزائر بتعونات واتفاقية جديدة بتوجيهات من الرئيس الأمريكي جوبايلان تفيد الاقتصاد الجزائري وتعطيه دفعة خاصة مع دعوتها لرجال أعمال أمريكي للإستثمار في الجزائر وكذا دعوتها لشعب الأمريكي لزيارة الجزائر مطلعة إياهم على مقدرات الجزائر السياحية التي تزخر بها من أجمل مناظر طبيعية مرفقة لعدد من الصور لجد مواطني بلدها لزيارة الجزائر كذلك لنقل خبرات من شركات أمريكية في عدة مجالات إلى الجزائر مع دعم الطلاب الجزائريا وتعزيز اللغة الإنكليزية وغيرها كذلك السفيرة الأمريكية غازلت الجزائر وتحدثت نظام المغربي بدعم موقف الجزائر من القلية الصحراوية نفس الأمر مع السفير الروسي الذي كتف من تحركته في الأيام الأخيرة وينافس السفيرة الأمريكية وهو الذي يؤدي الزيارات ويلتق العديد من المسؤولين الجزائريين حتى رؤساء الأحزاب والتقى بهم والتقى أيضا بعدد كبير من الوزارة الجزائريين على مدار أساده ناقلنا رسائل ومواقف بلاده وحتى رسائل بوتين ولفروف وكيف يهتم بوتين بعلاقات روسيا مع الجزائر إديولي لها أهمية واهتمام كبيرين والروسيا في ذل تعاونات والاتفاقية الكبيرة التي عرضتها أمريكا للجزائر وبدأت فيها الروسيا هي الأخرى دخلت الخط بقوة وأعلنت اتفاقية بالجملة سياسية اقتصادية وعسكارية وكل مجالة لتبادل الخبرات وكذل الاستثمار في الجزائر من أجل بناء علاقة متينة مبنية على المصالح المشتركة والتقى المتبادلة والعمل دائما على تقويتها وتدخو استثمارات بملايار دولارات في الجزائر آخر خرج للسفير هو شكره للجزائر بخصوص موقفها من أزمة بلاده ونقل مجددا شكر رئيس الروسي بوتين للجزائر على موقفها المميز والمحترم والتقى بالأمس بوزار الاتصال مؤكدا على ضرورة اعطاء دفع جديد للتعاون تنائي الإعلامي بتشجيع التعاون أكبر بين المؤسسة الإعلامية الجزائرية والروسية فنظيرتها الروسية هي الأخرى مهتمة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأبدى السفير الروسي ارتياحه الكبير لمستوى التعاون القائم بين البلدين مؤكدا جاهزية روسيا لتعزيز وطير التنسيق المشترك في كل المجالات كما عبر السفير الروسي عن شكره للجزائر المبدولة والرامية أين وجدت الجزائر نفسها في موقف مميز يعود عليها بفوائد كبيرة وستمارات ويقوي موقفها فمنذ الأزمة الأخيرة بين الروس والأمريكا والأوروبيون زاد الاهتمام بالجزائر والسبق عليها لعلم كل طرف في تقالها والدور التي تلعبه في التأثير خاصة وأنها تملك أقوى شيئين مهمين الغاز والتأثير عربيا وإفريقيا على عدة زول التي إن حازت الجزائر إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة